اشتركوا في القناة اعزائي المشاهدين برحب بكم في اول حلقة من برنامج الحق المسروق والحقيقة اسم البرنامج يمكن يسيرك كده جدا ان هل في حق مسروق اه في حق مسروق كبير قوي مكتوب عن ابليس انه هو صارخ منذ البدء فهو اخطر حاجة عملها انه سرق الحق وده اعلنوا الوحي الكتابي في صفر التكوين الاصحي الثالث اذا فتحنا مع بعض صفر التكوين الاصحي الثالث ومن العدد الاول نقدر نقرأ مع بعض الجزء ده وكانت الحية احيى الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الاله فقالت للمرأة حقا قال الله لا تأكلها من كل شجر الجنة اول كذبة تجذبها ان هي ما قلتلوش الله قال لهم من جميع شجر الجنة تأكل حقا قال الله لا تأكلها من كل شجر الجنة يبقى اول كذبة قالتها هو قال كل الشجر تأكل بينه الحاجة الثانية فقالت المرأة للحية من صمر شجر الجنة نأكل واما صمرت الشجر التي في وسط الجنة فقال لا فقال الله لا تأكلها منها ولا تمسها لألا تموتها فقالت الحية للمرأة لن تموت تاني كذبة تاني حق مسرو لن تموت بل الله عالم انه يوم تأكلان منها تنفتح عيونكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر والحقيقة تالت كذبة بتجذبها لان الله النهاردة خلق الانسان ليكون على صورته كشبه والله خلق الانسان ليكون مشابها لصورة ابنه وابليس سرق الحق كله مننا عشان كده الحقيقة مش مطلوب مننا نعيش في العالم واحنا فاهمين الله بصورة خطئة لكن عايزين نعرف حقنا فيه علشان هو يعرف ياخد حقه فينا النهاردة هنتكلم عن النعمة الكاملة النعمة الكاملة والحقيقة الله حين خلق الانسان خلقه على صورته كشبه لكي يصنع في هذا المخلوق المتفرد كل ما يتمتع به الله فيه من ان يصب كل حبه في هذا الكائن لكن للأسف الشديد هذا الكائن انخدع للحية اللي هي احية الجميع الحيوانات الموجودة في الجنة ويسمع الكلام وكسر الوصية الاساسية واكل من شجرة معرفة الخير والشر والحقيقة الانسان الله اعلن تواجده وجوده في وسطيه مش بالسبب انه يصنع خيرا ولا يصنع شرا لكن الله اوجد الانسان على اساس النعمة اوجد الانسان على اساس فضل من عنده خلقه وحبه واراد ان يكون مشابه صورة خلقته واخدين باركم والانسان المخلوق يبقى على صورة الله الخالق ويتمتع الله به ويتلزز به وهو قال كده لزاتي مع بني آدم في صفر الامثال على صح 8 كان بيعلن لزاتي مع بني آدم لكن للأسف الشديد الانسان سقط في خطية التعادي وكسر الوصية وكان الناتج انه فقد الانسان الحضرة الالهية والحقيقة الله اراد واصر على ان يعيد صياغة الانسان من جديد علشان يديله ان يرجع ويصير في هذه الصورة بل على صورة اقوى اذا الله ما يبقاش معاه في الجنة بس لكن الله يصير فيه بعمل الروح القدس وده اللي هنشوفه من خلال الحلقات كلها اللي جاية والنهاردة هنتكلم عن النعمة الكاملة الحقيقة النعمة هي شيء يعطى للانسان من قبل الله تمنها مكلف جدا 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 كلف الله ان يرسل الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح الذي اعلن عنه الوحي في متى في يحنى 3-16 لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية عشان كده هو اراد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون اراد ان يعيد صياغة الانسان من جديد لكي يكون الانسان متمتع بكل صلاحيات الله بعمل الروح القدس والحقيقة المسيح جه الى عالمنا والكتاب المقدس اعلن من خلال بطرس الاولى اصحاح الاول وعدد 13 اعلان عظيم جدا بيقول كده لذلك منطقه احقاء ذهنكم صاحين ملقين كل رجاءكم على النعمة التي يؤتى بها اليكم عند استعلان يسوع المسيح اول عملية بتسترد فيها حقك المسروء اللي سرقه ابليس انك تبقى في الحضرة الالهية انك بتتمتع وترجع للحضرة مرة تاني من خلال نعمة الله الشاملة الكاملة والحقيقة الرسول قال كده منطقه احقاء ذهنكم كأنه بيقولك ما تفكرش ما فيش طريقة تانية تفكر بيها تقدر ترجع للحضرة الالهية اللي تسرقت منك الا من خلال قبولك للنعمة الالهية وكمان في بطرس الاولى الاصحاح الخامس والعدد الثاني عشر بيقول كده بيد سلوانس الاخ الامين كما اظن كتبت اليكم بكلمات قليلة وعذات هذا ان هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقيمون وفي رمية خمسة الاصحاح العدد الاول بيقول اس قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به لنا ايضا الدخول الى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله وفي رمية خمسة عدد عشرين واحد وعشرين بيقول اما النموس فدخل لكي تكسر الخطيئة ولكن حيث كثرت الخطيئة ازدادت النعمة جدا حتى كما ملكت الخطيئة في الموت هكذا تملك النعمة بالبر بالحياة الابدية بيسوع المسيح ربنا الحقيقة احنا النهاردة عايزين نفهم ان اول حق تسرق لنا الحضرة الالهية لازم نرجع ونعيش في الحضرة الالهية والحقيقة ده عن طريق النعمة بالنعمة انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطية الله الكلمات اللي قالتها الحقيقة كلها كذب قالت لهم متى اكلتم حينما تأكلوا من هذه الشجرة تصيران مثل الله تعرفان الخير والشر والنهاردة الله عايز يقول لك وجودك معايا هو علشان انت تتمتع بالحضرة اللي انه هي 24 ساعة وهو يتلزز بيك الحقيقة احنا هناخد فاصل وبعد الفاصل هنطلع وهنتكلم عن حاجة اسمها كابسولة الحفظ الالهي ازاي امتى تعيش 24 ساعة في الحضرة الالهية شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج ان كان لديك اي سؤال او استفسار او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 او ارسل لنا على البريد الالكتروني انفوات الكارماتي في دوت كوم كما يمكنك زيارة موقعنا الالكتروني الكارماتي في دوت كوم او رسلنا على اعزائي المشاهدين بنرجع تاني وبنتكلم عن اول حق ليك في المسيح انك تسترد الحضور الالهي في حياتك عن طريق النعمة الالهية واحنا تكلمنا عن ان النعمة الالهية هي المدخل الوحيد اللي دخلك الى ان تعيد علاقتك مع الله من جديد وانا النهاردة هتكلم عن كابسولة الحفظ الالهي اللي هي فيها تقدر تعيش متمتع بشمولية النعمة الالهية قال الرب يسوع في يحنى 17 هذا الاعلان العظيم لست اسأل ان تأقزه من العالم لكن ان تحفظهم من الشرير والحقيقة النهاردة الله عايزنا نبقى نور في هذا العالم لا يريد ان يأقزنا من هذا العالم لكي ينطفق نور هذا العالم لانه هو نور العالم وهو لما هيجي فينا ينعكس نوره فينا فنصير نحن الانوار في هذا العالم عشان كده النهاردة الله عايزك تتمتع مش بنعمة بس تخلصك من الخطية وتسطر اسمك في سفر الحياة لكن نعمة كمان تخليك تعيش النصر الالهية اربعة وعشرين ساعة عشان كده الله صلى في يحنى 3 سبعتاشر ابن المبارك صلى هذه الصلاة وقال لست اسأل ان تأخذه من العالم بل ان تحفظه من الشرير حقيقة هنا الرب يسوع يتكلم كالانسان يسوع المسيح الذي يعلمنا كيف نصلي والذي يعلمنا كيف نتعامل وكيف نعيش في هذه الحياة نرضي قلب الله الآب علشان كده النهاردة النعمة ليها مداخل وليها مخارج مدخلها مخلصة مبررة دي بنلاقيها عند الصليب عند الصليب حيث سالت دم الكريم ودم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية وعند القبر الفارغ حيث قام من بين الأموات هناك النعمة المبررة الليقول الكتاب المقدس إذ قد تبررنا بالإيمان بقياماته طبعا لنا سلام مع الله عشان كده إحنا النهاردة عايزين نتمتع بشمولية النعمة أول حاجة ناخد خلاص وناخد تبرير وبعدين نتناخد مقامنا في المسيح نتمتع بما لنا في المسيح ثم ما علينا أن نفعله للمسيح إذ نعيش بعد ذلك النعمة المبررة المخلصة الأول وبعدين النعمة الغامرة التي نحن فيها مقيمون ثم النعمة الكارزة ونمارسها بالنعمة الشاكرة فنطلق نعمة اسمها النعمة المخدومة مننا وكل دول موجود في الكتاب المقدس لو دورنا على النعمة المخلصة المبررة هنلاقيها موجودة في طيتوس 2-11 في رسالة بوليس لأهل طيتوس لطيتوس بتقول كده في عدد 2 وعدد 11 صح 2 وعدد 11 بيقول كده لأنها قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر الشرير وفي روميا 4 وعدد 25 يقول الذي أسلم من أجل خطيانا وأقيم لأجل تبريرنا وفي روميا 3 عدد 24 بيقول متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح وكمان في طيتوس 3-7 بيقول حتى استبررنا بنعمته نصير ورسة حسب رجاء الحياة الأبدية عشان كده بدي النعمة المخلصة المبررة بعد كده بندخل للنعمة الغامرة ودي موجودة في روميا 5-2 اللي كتاب المؤدس بيتكلم عنها التي به أيضا قد صار لنا الدخول إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ده المركز اللي ليك في المسيح اللي قال عنه في أفاسوس 2 أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات عشان كده كمان لازم نتمكن من الحق ده بالنعمة أنتم مخلصون وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع أفاسوس 2 عدد خمسة وستة يبقى أنت مش كفاية أنك تاخد خلاص بس مش كفاية أنك تبقى مسيح وليك اسم في سفر الحياة بس لكن من حقك تاخد مقامك في المسيح تاخد حقك في المسيح علشان كده هو في يوحنى 15 اتكلم عن القرمة الحقيقية وقال أنا القرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن فيه يأتي بثمر أنقي وكل غصن فيه لا يأتي بثمر أنزعه ويقول كده إثبتوا فيه إثبتوا فيه محبتي إثبتوا فيه فرحي ثلاث حاجات أثبت فيها أوعب تثبت بس فيه وتسكت على كده لازم تمارس الأمور التلاتة إثبتوا فيه مقاما خد حقك فيه أنا أجلستك بجواري وأنا جالس بجوار الآب هو جلس بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانة هو أعلن الحق ده علشان كده من فضلك أوع أنت تكون مجرد خط خلاص ورفضت مقامك في المسيح هتعيش في العالم تعبان هتعيش في العالم مكسور هتعيش في العالم أنت تدافع عن نفسك وأنت تحارب عن نفسك ولا تأتي بصمر له علشان كده خلينا نثبت فيه مقاما ولما نثبت فيه مقاما نثبت فيه محبته استخداما نأتي بصمر وحينما نأتي بصمر نثبت فيه فرحيه إصبارا علشان كده رب النهاردة عايزك تتمكن منه وتاخد النعمة المخلصة المبررة وتعيش النعمة الغامرة في رمية 6 وعدد 14 بيورينا قيمة النعمة دي بيقول في رمية 6-14 إن الخطية لم تسودكم لأنكم لستم تحت النموس بل تحت النعمة أتعيش أنت ممكن تعيش مؤمن متحرر من الخطية ومحفوظ من السقوط في الخطية وعايش في الدائرة الأمنة هكذا لا تمتنع عن الخطية فقط بل تكره الخطية فتحفظ من السقوط في الخطية وهنا الله يدي لك السلطان إنك تتمتع بكل صلاحياتك في المسيح يسوع الأمر الثالث إنك تخش إلى عرش النعمة في عبرانين 4 بيقول فلندخل إلى عرش النعمة لنجد نعمة ورحمة وعونا في حينه ورحمة لمن ليس له نعمة أنت في النعمة مقيم ورحمة لمن ليس له رحمة اللي هو اللي لسه ما ادركش المسيح هتدي له رحمة أبدي وكمان فاضل بعد كده إنك تاخد أنت قوة هذه القوة هي التي تؤكد لك النعمة الشاكرة يبقى أنا بخش عن مدخلها مخلصة مبررة مركزها غامرة مخرجها كارزة ودوام هذه الكرازة بالشكر النعمة الشاكرة ودي موجودة في كرونسوس التانية الأصاح الرابع ودي مهمة جدا إن إحنا نتمكن منها النعمة الشاكرة اللي هي موجودة في كرونسوس التانية 4-15 إن جميع الأشياء هي من أجلكم لكي تكون النعمة وهي قد كسر بالأكسرين تديد الشكر لمجد الله بعد ما تاخد الأربع نعم دول أنت في الحفظ الإلهي أنت خدت الحق اللي جي في يحنى عاشرة أنا الباب إن دخل بأحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعة قوعة تكون خط خلاص وركانت برة لكن قدخل الدخول التاني ويعيش في النعمة ويتمكن من النعمة وتفتخر على رجاء مجد الله وتقول ليس ذلك فقط بأن نفتخره أيضا في الضيقات علمين أن تضيق ينشئ صبر وصبر تسكية والتسكية رجاء والرجاء لا يخزى وهنا تبتدي تعيش النعمة الكارزة هذه النعمة الكارزة تتمن في حياتك بالنعمة الشاكرة فتطلق النعمة المخدومة يعني إيه نعمة مخدومة؟ يعني نعمة فيها كل قوة بيقول عنها الكتاب كده في غلاء كرونسوس الأولى كرونسوس الثانية اتنين كرونسوس الثانية تمانية وعدد أوره لكم في كرونسوس الثانية تمانية بتقول كده تمانية تسعتاشر كرونسوس الثانية تمانية تسعتاشر بيقول وليس ذلك فقط بل هو منتخب أيضا من الكنائس رفيقا لنا في الصفر مع هذه النعمة المخدومة بمجد ذات الرب الواحد ولنشاطكم حبائي المشاهدين أرجو أنك تكون متمكن من أول حق تسرق منك أنك خرقت من الحضرة الإلهية هكذا ينبغي أن ترجع إلى الحضرة الإلهية وتتمكن منه وهكذا يروا الناس فيك شخص المسيح وتتمتع أنت بكل شمولية النعمة إلى اللقاء في حلقة جديدة مع برنامج الحق المسروع والرب معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة